من حارة لأخرى أذقا تحمل من عبق التاريخ مئات السنين حيث تنتشر المحلات في تناغم وانتظام ورغم أن المعروض لا يختلف من محل لآخر إلى أن الشراء لا يتوقف شارع ضرب البربرى بحي المسكي بمنطقة العتبة تاريخ طويل من الفرح وكأنه يرفض أن يدخل الحزن بين جدرانه من شخص لآخر تختلف لوازم السبوع وأخبرنا سعيد صاحب أقدم محل للزينة في هذا الشارع أن الاحتفالات بالمولود الجديد شهدت أيضا تطورا كبيرا سواء في الخمات أو الألوان أعتبر الجديد اللي نازل وفيه حاجة زي كده فندم وفيه حاجة حضرتك زي كده وفيه أشكال تانية بتبقى من غير شغل خالص حبارة عن القطار ومتنجد فيه زبون بباقي أعاوز حاجة ستايل هادي خالص معايا حضرتك الغربال طبعا معروف أنه بيستعمل يوم السبوع فيه حاجة اسمها الأول أو الأبريق بتاعة البياتة دي بتستعمل طبعا الناس الكبيرة عارفة أن دي بتستعمل قبل السبوع بليلة اللي بتاعة البياتة برضو شكل عاد غير معايا فيه حاجة زي الهون زي كده ده هون حقيقي بس طبعا بنديلوكسسوار أو لون نفس لون الغربة يعني ده كده التقم ده كده حضرتك ولد بالإضافة إلى الأبريق بتاعة ومن مميزات الشارع أيضا أن أغلب المنتجات ما زالت تحافظ على تاريخها فهي صناعة مصرية خالصة وكذلك يعمل بها عدد كبير من الشباب والفتيات فهم أصحاب اللمسة الأخيرة وهم من يحاضرون تلك الهدايا في شكلها الأخير حاجة زي كده دي حاجة اسمها أورجانزا مش تقول ده الأجدد معي بتبع برعا كده زي ما حضرتك شايفه دي كده بتبقى في الضهر أو في الخلفية بنلمها مع بعض كده كنا الأول من فترة بعيدة الروباط اللي بنربط بيه بلاستيك بلوقتي عمل ناسة تان وبنتبع عليه اسم البيبي زي ما حضرتك شايفه كده الاسم والتاريخ والجملة وبرضو على حسب رغبة العميل كل حاجة وبص حضرتك هنا أنا بعرض وأي حاجة بعد كده بشتغل برغبة العميل ظل الشارع هكذا حتى يومنا هذا مع تطور واختلاف المعروض للزبائن وترجع تسمية الشارع لأكثر من سبب فالبعض ينسبه إلى البربر من قبائل الأمازيغ بشمال إفريقيا والذين أتوا أثناء فتح مصر مع جوهر السقلي وآخرون يرجحون إقامة الهجانة الذين تم جلبهم من جنوب مصر والنوبة للعمل في القاهرة ولكن يظل ضرب البربرة الشارع الذي لا يدخله سوى الفرح ندى إبراهيم مراسل النيل